عقدت لجنة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكن المرأة اجتماع عمل تحضيري برئاسة السيدة فوموزيلي مانابول لوكوكا وكيلة الأمير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بحضور سعادة الأستاذ هالي الأنصار الأمير العام للمجلس الأعلى المرأة والشيخ هايب بنت راشد الخليفة وعدد من الأعضاء وتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية الخاصة بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكن المرأة ومنها فتح باب المشاركة الفعلية في الجائزة في مارس المقبل وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة لضمان أكبر مشاركة في فئات الجائزة الثلاث إلى ذلك أكدت وكيلة الأمير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حرص الأمم المتحدة على استثمار المناسبات المختلفة من أجل الترويج لهذه الجائزة على أوسع نطاق دولي ممكن وذلك نظرا لأهمية المعايير التي تتضمنها الجائزة في تفعيل طاقات المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية حول العالم وأشارت إلى أن هذه الجائزة تعد نافذة لإطلاع العالم على جانب من تجربة مملكة البحرين الثرية في مجال تقدم المرأة خاصة بالنسبة للدول ذات الظروف المشابهة وأكدت الحرص على العمل مع المجلس الأعلى المرأة لتطوير تطبيقات ومعايير وممارسات هذه الجائزة بما يعزز من عالميتها هذا وتهدف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشجيعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارة وإنتاجية كما تم وضع عدد من المعايير العامة للتأخل الفوز بالجائزة من أبرزها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات واستدامة تطبيقها والمساهبة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء بما يدعم السياسات ومنهجية تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم وتمكن النساء من تولي المناصب القيادية واستدامة تواجدهن في موقع صنع القرار واتخاذه ترجمة نانسي قنقر